نعم ونحن نتحدث إليك كريستين كتائب القسام تعلن كما هو ظاهر في هذا الخبر العاجل أسفل الشاشة بأن الضفاضع البشرية التابعة لكتائب القسام تسللت بحرا إلى شواطئ زكيم جنوب عسقلان وتخوض الآن اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي ربما مزيد من التفاصيل لندري إن كانت لديك أحمد دروشة من تل أبيب حول هذا الخبر إضافة إلى ما رسته من مواقف وتطورات أحمد تماما أمان لكن أولا اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل وهو صافرات الإنذار تدوي في مناطق جنوبي الجولان المحتل بحسب تقارير أولية صاروخان أطلقا من الجزء المحرر من الجولان باتجاه الجزء المحتل لا تزال هذه التقارير أولية خلال الدقائق الأخيرة أقل من دقيقتين بالعودة إلى سؤالك نعم إسرائيل تؤكد وقوع اشتباك بين قوات فلسطينية تسللت من قطاع غزة قبالة شاطئ زكيم الحديث على ما يبدو عن أكثر من عشرة مقاتلين فلسطينيين هناك تضارب في الأنباء وسائل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث عن تصفية ثمانية مقاتلين وسائل إعلام أخرى تتحدث عن عدد أقل أو عن عدد أكبر الصورة لا تزال غير واضحة لاشتباكات مستمرة منذ أكثر من ساعتين يمكن القول أن هذا أكبر اشتباك من قطاع غزة داخل الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين لم نرصد اشتباكات من هذا النوع منذ الأسبوع الأول وعندما انتهت الاشتباكات التي استمرت لأيام طويلة لم نرصد اشتباكا بالتأكيد لم نرصد اشتباكا بهذا الحجم الذي بحسب تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية فيه أكثر من عشرة مقاتلين فلسطينيين هذا التطور هو الأبرز خلال اليومين الماضيين على حدود قطاع غزة وهو يمهد ربما لما قد نراه خلال الفترة المقبلة بعد الاجتياح البر المحتمل لداخل أراضي قطاع غزة والذي تروج له إسرائيل كثيرا في إسرائيل هناك تعتيم كبير على الخطط العسكرية في حال وجودها أصلا لأن هناك تشكيكا كبيرا مصدره الولايات المتحدة في الخطط الإسرائيلية الموجودة مصدر هذا التشكيك الأمريكي أن الولايات المتحدة خاضت خلال العقدين الماضيين عدة حروب برية منها معركتين شهيرتين واحدة في الموصل وواحدة أخرى في الفلوجة وتعرف ما الذي تغير على الأرض في مقابل الجيش الإسرائيلي الذي لم يخد معارك برية منذ حصار بيروت عام 82 تبدو الخطط الإسرائيلية الموجودة غير مفصلة الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل تقترب من سيناريو الفلوجة التي تقتحم فيه قوات كبيرة جدا المدن بعد تدميرها تعتقد أن هذا السيناريو دموي بشكل كبير جدا ليس فقط للفلسطينيين إنما أيضا للقوات الإسرائيلية هي تفضل النموذج الآخر نموذج مدينة الموصل عام 2016 عندما اقتحمت القوات الأمريكية مدعومة بقوات محلية مدينة الموصل كانت تشن غرات من الجو وغرات محددة من البر تستهلف قيالات داعشة في تلك المنطقة لكن هناك فوارك مهمة جدا أولا الأنفاق جنوبي قطاع غزاء ثانيا مدينة الموصل استمر التخطيط للهجوم العسكري كما يقول بيتريس وهو ضابط أمريكي رفيع في مقابلة في وقت سابق اليوم لسي إن إن يقول إن معركة الموصل تم التخطيط لها لفترة طويلة جدا ومع ذلك استمرت المعركة لتسعة شهور إسرائيل تتحدث عن عدد أقل هذا أولا وثانيا الأنفاق تحت قطاع غزاء ربما تكون أكبر من الأنفاق في مدينة الموصل بالإضافة إلى فارق مهم جدا وهو أن الموصل كان قد هجر المدنيون منها قبل الهجوم بفترة كبيرة لكن الآن نرى أن الصورة قد تكون تختلف في قطاع غزاء قلق أمريكي بالأساس على القتل المحتملين للجيش الإسرائيلي في الاجتياح البري